أجمل خمس أماكن سياحية في إسطنبول في المرتبة الخامسة عندنا باسيليكان سيسترن اللي تعتبر من أغرب المعالم في إسطنبول واللي كانت تعتبر مخزن للمياه في وقت الإمبراطورية البيزنطية منذ بنائها في القرن السادس في المرتبة الرابعة عندنا مسجد سليمان القانوني أو سليماني موسك اللي يتكون وحده من مسجد ومأذنة وأربع مدارس ومدرسة قرآنية ومستشفى ومقبرة والعديد من الأشياء الأخرى في المرتبة الثالثة المسجد السلطان أحمد اللي اتبنا في بداية القرن السابع عشر واللي راه معلم من معالم إسطنبول الفريدة والمعروفة في كل ألحاء العالم بسبب الهندسة الرائعة تاعه في المرتبة الثانية يجي قصر توب كابي ليعتبر من أهم الأماكن اللي لازم تزورهم إذا كنت في إسطنبول ذو كوصلنا للمرتبة الأولى اللي اداها مسجد آيا صوفيا اللي في الأصل تاعه كتبنا كان عبارة عن كنيسة مسيحية وبعد فتح القوستنطينية أصبح مسجد أم بعد مسحف وفي عام 2020 عاودوا للمسجد مرة أخرى إذا عجبك الفيديو متسجد ديرجام وسبارطا جاي مع أصحابك